انا عاوز اقول الخلاصة انه هذا العمل كله يعني ما هواش مصرحية هذا العمل كله من اجلك ومن اجله يسوع اللي بيرثي لضعفاتنا وبيتقلم لآلامنا وعم بيرثي او بيتعاطف حتى مع تجاربنا وبيعين تجاربنا هو نفس يسوع اللي رح يرجع مكتوب عنه عيناه كلهي بأنار للقضاء ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول آناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة الله لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة الفكرة في كل الموضوع تخيل يسوع العظيم بعمله طبيعته اسماءه وصفاته كله من اجلك ومن اجله محتاج انك مش محتاج حتى تعمل شيء لانه كيف انا الضعيف والرمة وكيف انا اللي ما بسوى اجب شيء ليسوع المسيح حتى لو اجبت اسلم قلبي ما بسوى القلب اخدعه من كل شيء وهو نجيس نجس ما فيش اشي عندي اقدمه ليسوع المسيح مشان هيك في المسيحية الخلاص هي مبادرة الهية يسوع هو بطوعا واختيارا قبل الازل اختار انه يفتدينا ويكون في علاقة وشركة حميمة معنا وتكون اسماءنا مكتوبة في سفر الحياة مش عاوز اي نفس تضيع الخلاص كالتم والعمل قد انتهى ويسوع الان عم بتوسطها معك بقولك توب ارجع تصالح واذا انت كنت مؤمن عم بتفشل وعم تسقط عم بيرثيك وعم بعزيك وعم بشجعك وعم بياخد يعني الكيس تبعك القضية تبعتك امام الآب حتى يحامي عنك ضد شكايات ابليس افرح في هذا الموضوع لكن بدعوك انك تطلب الرب من كل قلبك وتقول له تعال الى حياتي وغيرني وارحمني انا الخاطئ في اسم المسيح امين اشتركوا في القناة